الباب السادس عشر باب من رغب من الشعراء عن ملاحات غير الأكفاء منهم الزبرقان بن بدر لما هجاه المخبل السعدي جاوبه بعتاب لأنه رآه أهلاً لذلك من أجل شرف بيته وجلالته في نفسه فلما هجاه الحطيئة لم يره مكاناً للجواب على أنه ابن عمه وجاره في النسب لأنهما جميعاً من مضر بل استعدى عليه عمر رضي الله عنه فأنصفه وسحيم بن وثيل يقول للأحوص والأبيرد بن المعذر وهما شاعران مفلقان وقال عبد الكريم الأبيرد بن أخي الأحوص عذرت البزل إن هي خاطرتني فما بالي وبال ابني لبوني فأنت ترى هذا الاحتقار ومثل هذا وإن لم يكن من هذا الباب بحتاً قول الفرزدق لعمر بن لجأ لما أعانه الفرزدق على جرير بشعر وفطن له جرير فدهش عمر ولم يجد جواباً فقال الفرزدق حين بلغه ذلك يستضعفه ويستوهن عزه وما أنت إن قرمى تميم تساويا أخذ تيم إلا كالشضية في العظم ولو كنت مولى العز أو في ظلاله ظلمت ولكن لا يدي لك بالظلم والفرزدق قال فيه الطرماح من شعر هجى فيه بيوت بن سعد واسأل فقيرة بالمر شهدت شوط الحطيئة بين الكسر والنضد أو كان في غالب شعر فيشبهه شعر ابنه فينال الشعر من صدد جاءت به نطفة من شر ماء صراً سيقت إلى شر واد شق في بلدي فقال الفرزدق يتهاون بأمره ويستحقره إن الطرماح يهجوني لأرفعه أيهات أيهات عيلت دونه القضب عيلت دونه القضب أي رفعت عنه القصائد من قولهم عالت الفريضة أي ارتفعت والقضيب القصيدة لأنها تقتضب وجرير هجاه بشار بن برد بأشعار كثيرة فلم يجب قال بشار ولم أهجه لأغلبه ولكن ليجيبني فأكون من طبقته ولو هجاني لكنت أشعر الناس وهجى حماد عجرد بشارا فلم يجبه أنفة واحتقارا إلى أن قال فيه له مقلة عمياء وسط بصيرة إلى الأير من تحت الثياب تشير على وده أن الحمير تنهكه وأن جميع العالمين حميره فغضب وهجاه قال الجاحظ ما كان ينبغي لبشار أن يضاد حماد عجرش في جهة أو من جهة الشعر لأن حمادا في الحضيض وبشارا في العيوق وليس مولد قروي يعدله شعر في المحدث إلا وبشار أشعر منه ولا نعلم مولدا بعد بشار أو مولدا بعد بشار أشعر من أبي نواس وهج بن الرومي البحتري وابن الرومي من علمت فأهدى إليه تخت متاع وكيس دراهم وكتب إليه ليريه أن الهدية ليست تقية منه ولكن رقة عليه وأنه لم يحمله على ما فعل إلا الفقر والحسد المفرط شاعر لا أهابه نبحتني كلابه إن من لا أعزه لعزيز جوابه وأبو تمام هجاه دعبل وغيره من الأكفاء فجوابهم وابتدأ بعضهم أو ابتدأ بعضهم ولم يلتفت إلى مخلد بن بكار الموصل حين قال فيه وكانت في حبيب حبسة شديدة إذا تكلم يا نبي الله في الشعر ويا عيسى بن مريم أنت من أشعر خلق الله ما لم تتكلم وقال فيه أشعارا كثيرة منها انظر إليه وإلى خبثه كيف تطايا وهو منشور ويحك من دلاك في نسبة قلبك منها الدهر مذعور إن ذكر الطاء على فرسخ أظلم في ناظرك النور بل رأاه دون المهاجات والجواب ولو هجاه لشرفت حاله ونبه ذكره وكذلك فعل المتنبي حين بولي بحماقات بن حجاج البغدادي سكت عنه اضطراحا واحتقارا ولو أجابه لما كان بحيث هو من الأنفة والكبر لأنه ليس من أنداده ولا من طبقته ولما وصل أبو القاسم بن هاني إلى أفريقية هجاه الشعراء فقال لا أجيب منهم أحدا إلا أن يهجوني علي تونسي فإني أجيبه فلما بلغ قوله عليا قال أما إني لو كنت ألأم الناس ما هجوته بعد أن شرفني على أصحابي وجعلني من بينهم كفأ له ومن الشعراء من يتزيى بالكبر ويظهر الأنفة في الجواب عن هجاء من هو مثله أو فوقه خوفا من الزراية على نفسه كما وقع من جماعة أعرفهم من أهل عصرنا وهم يتسرعون إلى أعراض السوقة والباعة ويستفحلون على الصبيان ومن ليس من أهل الصناعة ولو كانت لهم أنفة كما يزعمون إلا عن الأكفاء لكانوا عن من لا يحسن شيئا بالجملة ولا يعد في الخاصة أشد تنزها ومنهم من لا يهجو كفأا ولا غيره لما في الهجو من سوء الأثر وقبح السمعة كالذي يحكى عن العجاج أنه قيل له لما لا تهجو فقال ولماذا أهجو إن لنا أحسابا تمنعنا من أن نظلم وأحلاما تمنعنا من أن نظلم وهل رأيتم بانيا لا يحسن أن يهدم ثم قال أتعلمون أني أحسن أن أمدح أو أحسن أن أمدح قالوا نعم قال أفلا أحسن أن أجعل مكان أصلحك الله قبحك الله ومكان حياك الله أخزاك الله وقد رد ابن قتيبة هذا القول على العجاج بأن الهجاء أيضا بناء وليس كل بان لضرب بانيا لغيره ورده الجاحظ بأن من الشعراء من لا يجيد فنا من الشعر وإن أجاد فنا غيره كما يوجد ذلك في كل صناعة ومعنى الجاحظ وابن قتيبة واحد وإن اختلف اللفظان وصواب ما قال إلا أن يعرف من الشاعر أنف عن قدرة لا تدفع وبعد تجربة لا تستراب فحينئذ وسئل نصيب عن مثل ذلك فقال إنما الناس أحد ثلاثة رجل لم أعرض لسؤاله فما وجه ذمه ورجل سألته فاعطاني فالمدح أولى به من الهجاء ورجل سألته فحرمني فأنا بالهجاء أولى من وهذا كلام عاقل منصف لو أخذ به الشعراء أنفسهم لاستراحوا واستراح الناس وقد كان في زماننا من انتحل هذا المذهب وهو أبو محمد عبد الكريم ابن إبراهيم لم يهج أحدا قط ومن أناشيده في كتابه المشهور لغيره من الشعراء ولست بهاج في القرى أهل منزل على زادهم أبكى وأبكي البواكية فإما كرام موسرون أتيتهم فحسبي منذ عندهم ما كفانية وإما كرام معسرون عذرتهم وإما لآم فادخرت حيائيا وهذا مثل كلام نصيب في المنثور الذي تقدم وإنما ذكرت هؤلاء لأنهم يمدحون ولا يرضون بالهجاء وأما من لا يمدح فأحرى أن لا يهجو أحدا على أن منهم من لم يقل قط إلا هجوا أو شبيها به كيحيى بن نوفل ذكره دعبل في طبقاته ونجد له من أهل عصرنا نظراء عدة ترجمة نانسي قنقر